اليوم ونحن نتابع هذه المراسم الخاصة بتتويج الملك تشارلز الثالث الكثير من أسس النظام الملكي صراحة كان مرتبطا بالملكة وتشارلز ليس هو الملكة بداية ما هي أبرز هذه التحديات التي تواجه الملكية في بريطانيا وهل يستطيع الملك القيام بما قامت به الملكة والتي جمعت حولها بكل تأكيد البريطانيين رغم الضرر الذي تعرضت له الملكية سواء بسبب هاري أو حتى أندرو تحية لك سيد جمانا ولمشاهدين أهم شيء في النظام الملكي هو الاستمرارية وهذه الاستمرارية سوف تتواصل في ظل الملك تشارلز نعم هو شخصية مختلفة عن والدته لكنه ينتمي إلى الجيل الحديث هو يعيش عصره وهذا العصر مختلف عن العصر السابق الذي عاشته الملكة الراحلة لذلك فإن الملك تشارلز سوف يواصل التقاليد التي سلكتها والدته وبالتأكيد هو يتمتع بشعبية في بريطانيا وفي الدول الأخرى هناك خمسة عشر دولة ما تزال مرتبطة بالتاج البريطاني لذلك هو سوف يواصل نفس النهج ولكنه شخصية مختلفة باعتباره مهتما بالبيئة مهتما بالأحياء الفقيرة مهتما بالأديان والعقائد قضايا كثيرة تميزه عن والدته والشعب البريطاني منذ ستين عاما على الأقل يعرف الأمير شارلز سابقا ويعرف أفكاره ويعرف أنه شخص مهتم بالقضايا التي تهم الشعب البريطاني وشعوب الكومنولف لذلك أعتقد أن الاستمرارية موجودة وأن شعبية الملك شارلز سوف تزداد بمرور الزمن هو تدنت شعبيته بسبب علاقته بالأميرة الراحلة دايانا دايانا كانت محبوبة بريطانيا وعالميا وعندما ساءت علاقته بها تدنت سمعته هل يؤثر مسألة بأن ملك في مرحلة تبدو للعديد من الناس بأنها انتقالية؟ أنا لا أعتقد أنها انتقالية أعتقد أن النظام الملكي في بريطانيا راسخ ليس لتعلق البريطانيين بالعائلة المالكة فحسب وإنما هناك منفع اقتصادية للشعب البريطاني من خلال وجود العائلة المالكة عدد السياح الذين يصلون إلى بريطانيا بسبب وجود العائلة المالكة والتقاليد الملكية والقصور الملكية والتراث البريطاني بالملايين وهؤلاء سوف يتقلص عددهم إن تخلى البريطانيون عن النظام الملكي أعتقد أن النظام الملكي باق ما بقيت بريطانيا ترجمة نانسي قنقر